حياكم الله أيضا مشاهدين أولى فقراتنا مع مهرجان الكتاب المستعمل وتظل الكتاب قيمته مهما مرت عليه السنين ويظل سيدا لعرش الثقافة ومصدرا هاما للمعرفة مهما نافسته وسائل أخرى ومن هنا فالاهتمام بالكتاب بأي شكل أو صورة هو اهتمام بالمعرفة وأيضا اهتمام بالثقافة كنز المعرفة هو عنوان المهرجان السادس لكتاب المستعمل الذي انطلقت فعاليات الصباح اليوم وتنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كما استعرضنا من قبل في حديقة النخيل على كورنيش بحيرة خالد بمدينة الشارقة بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالدولة دعونا نتعرف أكثر على هذا المهرجان والهدف منه وما يتضمنه من فعاليات ثقافية وكذلك أيضا ترفيهية نصدف اليوم لست محمد فوزي يوسف مدير مركز تدخل المبكر ورئيس لجنة استقطاب المدارس الخاصة في مهرجان الكتاب المستعمل وأيضا لستاذ عبد الناصر درويش مدير مدرسة الوفاء فرع الرملة ورئيس لجنة فرز وتسعير الكتب في مهرجان الكتاب المستعمل الحياكم والله مساكم والله بالخير بالخير بدأ وياك سيد عبد الناصر يعني أنت رئيس لجنة الفرز والتسعير وأعتقد أن عدكم معايير خاصة يعني هو مهرجان كتاب مستعمل وأعتقد أن أنتم تستقبلون وتستقبلون أعداد مهولة من الكتب في شتى المجالات في شتى المواضيع البعض منها يمكن ما يتناسب لا مع ثقافتنا ولا مع ديننا ولا يمكن كذلك أيضا مع حضارتنا العربية والإسلامية بشكل خاص معاييركم بالنسبة للكتب التي تستقبل في هذا المهرجان ما هي؟ طبعا أول شيء شكرا لأساسي العلام الشارقة على الاستضافة وعلى اللضاءة على هذا المهرجان طبعا إحنا لجنتنا تبدأ عملها عادة قبل المهرجان بشهرين لأنه إحنا نستقبل الكتب خلال السنوات سنتين التي تسبق المهرجان وفي أيام المهرجان أيضا نبدأ بعملية الفرز والتصنيف والتسعير عملية الفرز الكتب الصالحة وغير الصالحة الكتب التي تتوافق مع ثقافتنا وبيئتنا والكتب التي لا تتوافق أيضا يتم إعادة تدويرها أيضا الكتب المناهج الدراسي يتم إعادة تدويرها إعادة تدوير حيث أن يستفاد منها نعم تسلم لبيئة تأخذ هذه الكتب ويتم إعادة تدويرها بالورق يتم المرحلة الثانية طبعا الختم والتسعير التسعير طبعا يبدأ من درهمين إلى عشرين درهم يعني أغلى كتاب سعرها عشرين درهم أغلى كتاب ستجد عشرين درهم إلا يعني أحيانا نجد كتب قيمة أكثر يعني تحتاج لتقيمة أكبر شوي لا قيمة التاريخية نعم لكن أغلب الكتب في تقريبا سعرها تبدأ من درهمين من درهمين هي كل الكتب تبدأ من المبدأ من درهمين إلى عشرين لكن إحنا في بعض الكتب قيمة جدا تقدر بأكثر من ذلك سيد محمد يعني هذا المهرجان في هذا العرب التحديد يمكن مو أول سنة لكن هذه السنة يعني يختلف ربما لأن هذا العام أساسا جاء بتوجيهات سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة حفظه الله بإطلاق عام 2016 كعامل القراءة الآن كيف ترجمت توجيهات رئيس الدولة في هذا المهرجان مهرجان الكتاب المستعمل وأهمية كذلك أيضا هذا المهرجان في هذا التوقيت حرص المدينة على وضع هذا الكم الهائل من الكتب والعنوين الكبيرة جدا في مكان واحد وزي ما تفضل الأستاذ عبد الناصر بأسعار بسيطة جدا في متناول الجميع هذا تجسيد كبير للحرص على حرص المدينة على نشر الثقافة وحرصها على أن الجميع الفئات المجتمع تكون عندها القدرة على القراءة وتنطلق الأهمية من خلال ترسيخ أو حب المدينة في ترسيخ مفاهيم التطوع والعطاء عند كافة فئات المجتمع سواء كان صغار أو كبار ومن كافة الأطياف المختلفة جميل جدا أستاذ عبد الناصر طبعا نحن نعرف أن الفئات المستهدفة ربما من هذا المهرجان هي شريحة واسعة ممكن تكون من المجتمع نحن نتكلم عن أولياء أمور نتكلم عن طلاب من كافة المراحل الجامعية إلى يمكن الابتدائية وحتى أصغر في تصنيفكم أو ربما حدث تسعير وتوزيع تصنيف الكتب كيف يتم تصنيفه على أساس الفئات العمرية على أساس ربما المشتري اللي بتستقبلونه كيف يتم توزيعها؟ هو يتم تصنيف الكتب على أساس الموضوع يعني هنا بنستخدم أعتقد النظام العشري في ديوي اللي هو توزيع تصنيف الكتب طبعا في كتب الأطفال الوحدة طبعا الفئات العمرية طبعا من المؤكد أننا بالراعي مسألة الفئات العمرية يتم تصنيف الأطفال أجنحة معينة؟ بالضبط كتب للناشية أو كتب للأطفال هذه طبعا إحنا في أرض مع رجال تم التوزيع على أساس الموضوع في الخيام كلها الكتب الإسلامية الكتب العلوم العلوم البحثة العلوم التطبيقية الوحدة اللغة الإنجليش روايات الإنجليش الوحدة الأدب العربي الروايات العربي الوحدة أيضا هناك يعني كتب المراجع الجامعية موجودة أيضا بكثرة هنا تقريبا يعني يعني عرضنا لا يقل عن مائة ألف عنوان هذه الثانية مائة ألف عنوان؟ ماشاء الله طبعا نتوقع أنه يصل طبعا طبعا الكتب لازالت ترد لأرض المهرجان ولمكان الفرزي غاية أنت حتى ليعرف أن أثناء إقامة المهرجان كذلك أيضا تستقبلون كتب ويتم فرزها ويتم كذلك أيضا تسعيرها يتم فرزها وتسعيرها وعرضها في أرض المهرجان طيب إذا تمت بعض الكتب يعني في مثلا قلنا نقول ما بيعت كل الكتب اللي تم التبرع بها وانتهى المهرجان مصير الكتب المتبقية شيستوي في الكتب المتبقية؟ يعني مصيرها يعني تبقى بالمهرجان البعض تخلونها للسؤال يعني نعم آه طبعا لكن هناك يعني أحيانا تأتي ما تحول إلى مكتبات أو غيرها؟ أحيانا تأتي فرص مثلا لأشخاص ممكن يشتروا الكمية كاملة في سبيل فتح مكتبات حتى في دول جميل حتى في دول أخرى؟ نعم أيون زوار من دول أخرى؟ نعم نعم في من دول الخليج في زوار هنا نعم ومن دول إسلامية؟ من دول إسلامية لهم ممكن خليق أو المقيمين داخل الدولة المقيمين داخل الدولة لكن إحنا إذا شفت أرض المهرجان جميع الجنسيات موجودة وجميع اللغات موجودة يعني الحلو في هذا أن تتلقي كتب من فئات المجتمع يعني المجتمع كله مستهدف في هذا الموضوع جميل الأوردو الإنجليش الفرنسي كل اللغات تقريبا لمتواجدة لكل الجاليات الموجودة وتعيش وتقيم على أرض الدولة وتستفيد من هذا المهرجان نعم وتستفيد وهم يعني أفضل شيء أنه إحنا اللي بنفتخر فيه أنه إحنا مش هدفنا يعني الأول هو الريع المادي إحنا لو قصنا يعني الريع المادي بالنسبة لهذاك اللي بتحقق الأكبر أنك أنت بتدعمي الشخص اللي أحيانا كان يتمنى يعني أن أو طفل كان يتمنى مثلا أنه يأخذ كتاب معين بس يكون ثمن وعالي فإحنا يعني الفروقات كبيرة جدا بين 500 درهم سعره الأصلي إلى 20 مثلا أو إلى 10 درهم شوف الفروقات الكبيرة يعني من سعره يكون 500 نعم فأنت 500 درهم في يعني ممكن أنه الشخص يفتح مكتب داخل بيته طبعا نحن نعرف أنه أنت تشترطون حتى أن الكتب تكون بحالة جيدة جدا حتى يتم بيعها في مهرجان كتاب المستعمل حالة جيدة جدا نحن نشترطها لأنه كتاب مستعمل يعني فيه كتب أحيانا تردنا قديمة ولكنها قيمة ولكن ترمم يعني ممكن إحنا نرممها جميل لكن المنهج الدراسية هذه لا نستقبلها نعم نوعيد طبعا نحن نشاهد إياكم تقرير خاص بهذا المهرجان ومن بعدها نستكمل حديثنا حول هذا المهرجان نتابع وفق التوجيهات ورؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حكيم إمارة الشارقة غدا مشروع الشارقة الحضاري الثقافي منارة صاطعة محليا وإقليميا وعالميا لتتعدد وتتنوع من خلاله كافة المبادرات المختلفة الهادفة لتطور الإنسان على أسس معرفية وثقافية أصيلة وضمن هذا الإطار وانسجاما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله أن يكون عام 2016 عاما للقراءة احتضنت إمارة الشارقة صباح اليوم في حديقة النخيل على كورنيش بحيرة خالد انطلاقة فعاليات المهرجان السادس للكتاب المستعمل والذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كل عامين ويأتي في هذا العام في الفترة من الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري تحت شعار كنز المعرفة بهدف تعزيز قيمة الكتاب وأهميته وتنمية روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتوفير إرادات مالية بطريقة مبتكرة ترتقي بواقع الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة طلقنا بعدد كبير جدا من الكتب يصلنا وما زال تصلنا عدد من الكتب نتوقع أنه يفوق 300 ألف كتاب إن شاء الله خلال المهرجان في عدد كبير من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمؤسسات المجتمعية موجودة ومشاركة معنا في عدد كبير من الجاليات عدنا عدد كبير من الكتب وعناوين مختلفة عدنا كتب باللغة العربية كتب باللغة الأجنبية طبعا كتب في الأدب والإسلاميات والأدب الإنجليزي كتب الأطفال ففي عدد مختلف ومتنوع كبير من الكتب القيادة العامة للشروط الشارقة تشارك المدينة في مهرجان الكتاب المستعمل منذ الدورة الأولى والدورة السادسة وجاءت توجهات ساعات القائد بتوفير جميع الاحتياجات المتاحة في أروقة القيادة العامة للشروط الشارقة دعما لإنجاح هذه الفعالية في عملية تجهيز المكان وتوفير الشروط الأمن والسلامة بالإضافة إلى دخول عدد من العاملين في ملاك القيادة العامة للشروط الشارقة في عملية بيع وفرز الكتب جديد السنة دي هي مشاركة الجاليات زي الجالية المصرية إن شاء الله وفي جالية الهندية برضو بتشارك معنا وده برضو بيدي زخم أكتر للمهرجان وبيحقق جمارية أكتر لأن الجمهور بيتطلع كمان على ثقافات فنية من دول تانية وده أكيد بيحقق رسالة المهرجان بصورة كبيرة تجربة كانت هي في جمع الكتب المستعملة جمع الكتب المستعملة من الطالبات وفرزها وتصنيفها حسب المواضيع أو حسب اللغة ومن ثم أتينا بها إلى المعرض وقامت طالباتنا بتسعيرها بناء على المعايير الموجودة وتم توزيحها على الخيم المختلفة المهرجان السادس للكتاب المستعمل تتناغم فيه الأهداف الإنسانية والثقافية فمنذ انطلاقته في عام 2006 يفتح آفاقاً جديدة للقراءة عبر إعادة الحياة للكتاب المستعمل ليغدو كنزاً ذهبياً متجدداً للمعرفة بأسعار رمزية في متناول الجميع من مختلف فئات وشرائح المجتمع نحن نحرص على التطوع دايماً عشان نرفع اسم مدرستنا لأن التطوع وايد مهم في المجتمع ويساعدنا أن نحن وايد نطور أشياء والكتاب المستعمل الكتاب يوم من يتشرى ينقرى مرة وحدة فحرام الكتاب ينقرى وينفار فيتوازع على ناس ثانين يقرونه ويرد كل سنة يرد في المعرض وناس صغيرهم يأخذونه بدون ما الكتاب ينهمل في البيت ويخرج من القفص اللي هو فيه ويهي في معرض الكتاب المستعمل الكتاب المستعمل في المهرجان أرخص من الكتاب اللي يكون في المكتبة نحن نشترك كتب درهمين وثلاث وخمسة يعني وايد رخاص كان نفيدنا القراءة المهرجان السادس لكتاب المستعمل من شارقة العز والإبداع يعزز الوعي الثقافي والاجتماعي والتطوعي لدى فئات المجتمع ويدعمه من خلال إشاعة قيم التطوع قولا وعملا حياكم الله مشاهدينا ما زلنا نتحدث عن مهرجان الكتاب المستعمل السادس كنز المعرفة سيد محمد يعني أنت مسؤول بشكل رئيسي عن لجنة استقطاب المدارس الخاصة والجامعات كذلك أيضا كيف يتم استقطاب المدارس الخاصة والجامعات وطلابها ولأي غرض كذلك أيضا يتم استقطابهم هل الشراء فقط أمن التطوع كذلك أيضا لو تعرفنا عن اللجان الأخرى اللي موجودة في المهرجان نعم عملنا بشكل رئيسي بيهتم بحث المدارس وتشجيعها على منت المشاركة في المهرجان نعم المشاركة هذه بتأخذ عدة مستويات المستوى الأول اللي هو تشجيع الطلاب بكافة الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة نعم بالتبرع بالكتب اللي بيمتلكوها أحيانا هي بتكون موجودة على الرفوف غير الكتب المدرسية بالتأكيد نعم وما بيستفيدوا منها بشكل مباشر بينقلوا هذه المعرفة لأطفال أو طلاب آخرين ممكن قد يحتاجوا إلها الجزئية الثانية من شجع الطلاب أنه يكونوا متطوعين داخل المهرجان باللجان المختلفة في عنا مجموعة من اللجان مثل لجنة استقطاب المدارس الحكومية نعم في عنا اللي هي لجنة استقطاب الجاليات والمؤسسات الحكومية والجمعيات النفع العام في عنا اللجان الأخرى العامل مثل لجنة التنظيم لجنة الأمان لجنة اللجنة المالية لجنة التجهيزات طبعا هو مهرجان ثقافي كبير جدا محتاج لجهود تطوعية ضخمة جميل يعني يتم إشراك خلنا نقول كافة شرائح المجتمع تقريبا في هذا المهرجان يكون لها دور معين سواء كان مثل ما ذكرت يعني بالتبرع بالكتب أو شراء الكتب حتى أو ربما يكون دور تنظيمي عن طريق البيع أو المشاركة كذلك أيضا في الفعاليات نحن نشوفنا شوفنا ممكن في التقرير أنه فيه فعاليات أعتقد ترفيهية كذلك وثقافية مصاحبة لهذا المهرجان لو تعرفونا كذلك أيضا على هذه الفعاليات نعم تفضل صادر بناصر طبعا الفعاليات تنظمها لجنة الأنشطة في لجنة خاصة الأنشطة طبعا هي جميع الأنشطة تتعلق بالكتاب أيضا تتعلق بالثقافة تتعلق بتحث الأطفال على القراءة أيضا هناك ورش للقراءة تتفيه القارئ الصغير والكاتب الصغير وأيضا هناك ورش للرسم أيضا في ورش الهندكرافت الأشغال اليدوية نعم ورشة الأطفال طبعا أيضا مصابقات اللي معظم هداياها بتكون كتب قيم للأطفال تقريبا هذه هي الأنشطة أيضا هناك المواهب مواهب يعني مشاركات مركز الناشئة مثلا بمواهب هوم طبعا إلتزام دائما بروح هذا المهرجان جميل أستاذ محمد في ذكرت أن فيه كذلك أيضا شباب من الجامعات كذلك أيضا من المدارس يكونون طبعا في لجان تنظيمية هناك أيضا ربما فرق تطوعية مشاركة كم فرقة تطوعية مشاركة في المهرجان والله يمكن العدد مش حاضر بس تقريبا يعني معظم الجهات التطوعية المنظمة داخل الدولة بتشاركنا تشاركوا في الأعمال تقريبا يعني فيه مثلا تكاتف تكاتف مشاركة معنا نعم قمة ما شاء الله أعتقد فخر الوطن أيضا أسعد شعب هذه اللي أنا يعني تمكنت من أني أحفظهم هنا وتقريبا فيه لجان الأمنية أيضا من الشرطة من شرطة الشارقة بالضبط منتقوين قيادة العامة شرطة الشارقة مثل ما شخصنا في التقرير كانوا لنا في لجنة الفرز أيضا من شرطة الشارقة وضباط رثب كبيرة ما شاء الله مقدم وعميد ما شاء الله استمروا معنا بالفرز بالكتب ما شاء الله بيروح عاري جدا انتشار هذه الثقافة بحد ذاتها أعتقد أنه مكسب كبير لكافة شرائح المجتمع المشاركة في هذا المهرجان أنت ذكرت بما أنك ذكرت الفرز كذلك أستاذ عبد الناصر أنا لو بحثت عن كتاب ربما يكون قديم نوعا ما أو كتاب نادر هل في تصنيف معين يتبع فيه المهرجان بحيث أنه يسهل على اللي يمقبل على شراء الكتب بحيث أنه يلاقي مثلا هذه الكتاب أو هذه الكتب بشكل سريع تم تصنيف الكتب القديمة ولو أنها كانت عددها بسيط حتى في الساعة الأولى من المهرجان كانت مباعة ما شاء الله هي أكثر كتب بيعتي هي مباشرة هي بس عددها بسيط كانت في كرتون واحد لكن تم بيعها أنا لاحظت أنه من الساعة الأولى فيه ناس بيعتموا بهذه لكن عملية التصنيف عملية التصنيف حسب المواضيع هي تسهل على الزائر هناك أنه يحصل على كتابه لكن إحنا برضو في عنا هدف معين أنه هذا القارئ ما يبحث عن كتاب واحد برضو أنه هدف أنه نوع ثقافته فلذلك إحنا بنحط برضو غير الخيام المصنفة لدينا الكتاب المنوع الكتب المتنوعة هذه تضع في المنتصف على طاولات وبيجي الزائر بيختار كتبه هو ممكن يلاقي كتابه وممكن ما يلاقيه لكن حيلاقي كتب تاني حينوع ثقافته حيلفت نظره كتب أخرى فإن الحث على القراءة دائماً ليس على كتاب محدد فلذلك لاحظنا اليوم أنه حتى الأطفال حتى الأطفال أخذوا كتب متنوعة ليس كتاب واحد لكن البحث عن الكتاب هو كيف سمناه كنز المعرف لأنه فعلاً كنز الإنسان يبحث عنه بالنهاية يخرج البحث عموماً هو متع بحد ذاته البحث عن كتب طبعاً البحث عن الكتاب ممتع جداً أكيد كذلك أيضاً شارك في العمليات الفرز ربما وتسعير كافة الفعاليات كذلك أمهات الأشخاص من ذوي الإعاقة والطلاب من ذوي الإعاقة وهذه خطوة جميلة جداً كيف تمت مشاركتهم شو الفعاليات اللي شاركوا فيها ربما الأمهات حقيقة الأمهات ممثل بالمجلس الأمهات في مدينة شارك للخدمات الإنسانية نعم الحمد لله احنا حققنا هدف مع هذا المجلس خلال السنوات أنه وصل لمرحلة المسؤولية عن ابنهم إلى المسؤولية عن المكان اللي بيقدم الخدمة لابنهم نعم فلذلك الآن احنا مجلس الأمهات والأمهات يشاركنا بجميع أنشطة وهم قائدات في الموضوع بيكونوا باللجان الرئيسيين يعني أنا الأمهات من ثلاثة واحد لغاية اليوم ولغاية سيستمر لغاية الجمعة في عملية الفرز والتصنيف في عملية العرض داخل المهرجان جميل فالحمد لله الأمهات احنا وصلنا محهم في مرحلة لأنهم أصبحوا شركاء ما نعتبرون احنا أولياء أمور فقط هما أصبحوا شركاء الآن في أي نشاط تجد هم وفع عالين وداعمين دائما في مدرسة الوفاء بتنمية القدرات بذلك وفي المدينة بشكل عام نعم بمعنى نحن طبعا أنتم ممثلين يمكن عن مدرسة الوفاء وكذلك أيضا مركز تدخل الآن الطلاب الموجودين كيف تمت مشاركتهم أو ربما يعني تفعيل مشاركتهم كذلك أيضا في المهرجان أعتقد أنهم من أعمار صغيرة فكيف تمت مشاركتهم وتشجيعهم كذلك أيضا على المشاركة في هذا المهرجان كيف أستاذ محمد كان في لنا جزئية بنفس الرغبة باستقطاب المدارس أو الجهات المختلفة استقطبنا الأطفال الموجودين لنا وحثيناهم أنه يبدأوا في موضوع التبرع في لنا بعض الأطفال مثلا جابوا القصص الموجودة عندهم في البيت جابوها تبرعوا فيها زائد بنحرس على إظهار مواهب وقدرات الطلاب الموجودين من خلال الفعاليات من خلال الفعاليات المصاحبة للمهرجان فاليوم مثلا كان كثير من طلاب المدينة موجودين بيظهروا إبداعاتهم والإمكانيات الكبيرة الموجودة عند هؤلاء الطلاب داخل أرض المهرجان كمان في شيء آخر حتى حرصنا على أنه يكون طلابنا هم متطوعين في اللجان يعني ممكن تلاقي الطالب هو في لجنة الفرز والتسعير يكون استمتع كثير بشغله أنه أماله يفرز بالكتب يسعر فيها وبنفس الوقت ممكن تلاقي طلابنا يبيعوا في الكتب ويرشدوا زوار المهرجان على أماكن الكتب الموجودة عندنا موجودة بالإضافة إلى إرشادهم على الأماكن المختلفة داخل المهرجان تفعيل دورهم أعتقد في هذا المهرجان وتفعيل مشاركتهم كذلك بشكل جميل في هذا المهرجان بحد ذاته أعتقد أنه يكسبهم مهارات مختلفة جدا وليس في القراءة نحن لا نتحدث عن القراءة نتحدث عن مهارات أخرى في فرز وتسعير وتصنيف التعامل مع الجمهور بالضبط يعني يتعامل مع الجمهور يبيع ينظم ربما أعتقد هذا كله يكسبه مهارات ويكسبه كذلك أيضا مزيد من الثقة بالنفس من الشيء الجميل اللي حصل عندي في لجنة هذه السنة أنه عندي من الطلاب من ذوي الإعاقة المتنوعة والمتعددة حتى الإعاقة البصرية كان عندي موجودين بختمه وبسعره الأطفال الصغار حسب قدراتهم الختم على الأقل على الأقل أنه يستطيع أنه يختم فأنجزوا الختم على الأقل ما بدنا تسعير ما بدنا تصنيف يعني حسب قدراتهم يعني من هذه الثقة كانوا يجون الشباب من هذه الثقة كان عندهم أنشطة كانوا يجون هما والشابات يختموا ويصنفوا ويسعروا وينطفوا يعني كان بصراحة هذه السنة كانت مميزة عندي باللجنة مع الطلبة من ذوي الإعاقة الإعاقة الذهنية بالذات الإعاقة الذهنية بالتحدي الإعاقة الذهنية بالذات مشاركتهم كانت المشاركة كانت مميزة يعني الحمد لله قدرنا برضو أنه نعرف أنه هذا التدريب الذي يخضع له الطلاب التدريب على الاستخلالية وكانوا مستمتعين جدا في عملية حتى عملية الختم جميل طبعا نحن هذه دعوة منا بالتأكيد نوجهها لكل من يتابعنا هذا المهرجان متواصل حتى يوم السبت القادم إن شاء الله في حديقة النخيل من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء اللي يحب أن يزور هذا المهرجان يتعرف على الكتب المعروضة وكذلك مختلف الأنشطة والفعالية أعتقد أن أولياء الأمور أيضا يهمهم أنهم يتوجهون إلى هذا المهرجان مع أطفالهم يشاركون كافة شرائح المجتمع في هذا المهرجان بقي نتحدث عن ريع هذا المهرجان وأعتقد أن ريع هذا المهرجان سيذهب إلى عدد من المشاريع الخاصة بدوية الإعاقة ونتحدث عنها بشكل سريعي سيد محمد تهدف المدينة من خلال هذه البرامج أو الفعاليات إلى تطوير الخدمات الخاصة بالأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة فريع هذا المهرجان سيخصص لتطوير وتفعيل البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة والطلاب والأطفال الملتحقين بالخدمات داخل المدينة عملاً كل الشكر لكم على وجودكم ويانا اليوم بالتأكيد هذا المهرجان أعتقد أنه ما يهم فقط الطلاب سواء طلاب المدارس أو طلاب الجامعات أو أولياء الأمور لكن يهم كافة شرائح المجتمع وكافة الجاليات الموجودة على أرض الدولة أنا أشكركم على وجودكم ويانا اليوم أستاذ محمد فوز يوسف مدير مركز تدخل مبكر رئيس لجنة استقطاب المدارس الخاصة في هذا المهرجان والأستاذ عبد الناصر درويش مدير مدرسة الوفاء فرع الرملة ورئيس لجنة فرز وتسعير الكتب في مهرجان الكتاب المستعمل كل شكر لكم